طيب الآن حرف البا ماذا عن حرف البا تخيلوا أنه أنا ماشي على هذا السطر حرف البا معلش أجيب الورقة خليني أشرح لكم عليها نظري أول بعدين إحنا نطبدق حرف البا أول شيء بدكم تنتبهوا أنه إذا هون السطر ففي تقريبا مقدار نقطة هون نقطة فوق السطر قبل البداية من هاي الجهة من هون هاي الجهة كأنها ألف صغيرة بالضبط كأنها ألف صغيرة شوفوا الإنحناء بسيط لا يذكر هون الإنحناء بسيط جدا جدا لا يذكر وزايح من هون لجهة اليمين نفس الحكاية وأكثر كمان ماشي فلو بدي أحط هون خط شوفوا أديش داخلة من هون من تحت لجهة اليمين هون في فراغ هون في فراغ تحت بعدين من هون ببلش التفافة القلم وفي الداخل تقريبا خمس نقاط خلينا نطبقها مع سوا بقلمنا أنا عم بتعمد إني أستخدم نفس القلم اللي عندكم حتى تحسوا إنه الأمور إن شاء الله طيبة مع هذه الأقلم طيب نفس الحكاية زاوية هاي أنا بدي أرسم على هذا الخط مثلا ماشي زاوية البداية لازم تكون نفس الزاوية اللي هي خمسة وسبعين يعني هيك ماشي إذا حبري كثير خفي فيه وإرجعي حبري هون أنا ما أتوقع إنه كثير فجيد إن شاء الله شوفوا كيف يا دوب يا دوب إنحناءة بسيطة ومن هون برجع بدخل القلم في هذا السواد داخل السواد من هنا ماشي وبشكل بسيط كمان يعني بسيط 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 بعدين بصير أنزل 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 وألف القلم وأطلع ماشي إيش الأشياء اللي بدي ألاحظها هون بدي ألاحظ إنه هون في عندي مسافة تقريبا نقطة وهون في عندي كمان مسافة لو أنا بدي أنزل خط مستقيم نتبهولها وبالداخل في عندي لازم يكون خمس نقاط واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس نقاط من الداخل ولو أنا بدي أكمل بدي أتخيل إنه هذا طبعا انتبهوا إنه هاي الجهة أعلى من هاي الجهة بقليل هاي الجهة أعلى من هاي الجهة بقليل ولو أنا بدي أكمل الدائرة هون بتكون دائرية بهذا الشكل هذا الإشي ممكن يساعدني يعني بإني أنا أتخيل شكل الحرف أكثر وأكثر إذن لو بدي أكملها دائرة بتكون بهذا الشكل هذا بالنسبة لحرف الباء الجميل طيب الآن حرف الباء صبايا لو أنا بدي أكتب حرف الباء الثانية الباء الثانية طبعا أنا أكتفي منكم بباء واحدة ما عندك مشكلة ماشي؟ لكن لو بدك أنت حابة إنك تكتب بباء الثانية خلي يكون عندك بس فكرة وأطلع شوفوا لو بدأتي هون مثلا هاي أنا دفتري مسطر زي دفاتركم لو بدأت من أعلى المربع هذا بزاوية تسعين درجة ماشي؟ بعدين بنزل 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 بهاي الطريقة حتى ألامس السطر تحت بعدين ببدأ بالارتفاع والالتفاف ماشي وبطلع أعلى 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 بالزبط زي هيك ماشي؟ هون لو بدي أكمل حيعمل معاي دائرة بهذا الشكل وكمان هاي شوفوا يعني هون لو بدي أكمل بتصير الدائرة بهذا الشكل بس اللي أنا بدي أكم تنتبهوا له أنه كيف صار الالتفاف هون بهاي الطريقة بحيث أنه يصير يتناقص سمك القلم بالتدريج ماشي؟ بدها شوية تدريب منكم ولا هي كتير؟ سهلة بتحبوا تكتفوا بالباء الأولى وتتركوا هاي أنتوا حرين أنا أول ما درست خط الوسام حقيقة درست باء واحد فقط ما أعطانا هاي الباءات الثانية بس أنا بحب أنكم أنتوا تتعلموها إذن أنا ببلش من هون بزاوية تسعين مش بزاوية خمسة وسبعين انتبهوا بعدين بنزل بكل هدوء لحتى ألامس السطر بعدين بصير القلم يلف معي شوفوا كيف القلم نفسه يعني القلم بيكون نازل هيك بعدين هو بصير هيك 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 شفتوا؟ حتيجي معاكم إن شاء الله بالتدريب أنتوا حتجربوها مرة على مرة على مرة إن شاء الله بتزبط معاكم إذن هذه الباءة الثانية طيب الآن الباءة الثالثة الباءة الثالثة نفس الحكاية زاويتها هي مش خمسة وسبعين زاويتها هي تسعين أو أكثر من تسعين حكا لي هيك الأستاذ وسام شوكك وحكا لي كمان إنه زي ما أنتوا واضح بالصورة في نصف نقطة تحت الحرف فقط ماشي؟ هنا كانت البداية جدا مرتفعة هنا البداية جدا مرخفضة فقط نصف نقطة تحت الحرف ماشي؟ بعدين نبدأ بتسعين أو بأكثر من تسعين بشوي بعدين منلف ومنطلع ماشي؟ يلا إن شاء الله كله كله بيجي مع التدريب صبايا والله لا تخافوا هاي يعني مثلا أنا بدي أمشي على هذا السطر ماشي؟ خليني هون بدي أمشي على هذا السطر بترك مسافة تقريبا نصف نقطة فقط من هون غمست قلمي بمشي بكل إنسيابية ثم ببلش ألف القلم معاي أخلي إلف 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 أهم شي إني أنا أتدرب كيف أطلع النهايات نظيفة كيف أتدرب كيف أطلع النهايات من هون تكون مش عريضة عرفتوا علي لفة القلم هاي ما إلها إلا التجربة إن شاء الله بالتجريب رح تبدعوا صبايا أنا متأكدة بإذن الله بس ما تستعجلوا وأعطي نفسك وقتها يعني لو أنا بدي أكمل الدائرة حتكون الدائرة بهذا الشكل واللي تحت الحرف هو فقط يدوب نصف نقطة ماشي؟ يدوب ونصف نقطة هون اللي تحت الحرف هذه هي الباء الثالثة ترجمة نانسي قنقر